تابعنا معنا وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء والذي أعلن فيه عن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا وقع اللواء طيار أركان حرب يسري عبد الحميد هلال مدير الكلية الجوية بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة الزقزيق الدكتور عثمان شعلان في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي لدعم المنظومة التعليمية والبحثية وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية يتضمن البروتوكول تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية خاصة خريجي الكلية الجوية وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في التجارة إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات أو درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات تخصص نظم معلومات الطيران وذلك عن طريق البرنامج البيئي بنظم الساعات المعتمدة يعتبر هذا البروتوكول هو الأول من نوعها الذي يتم توقيعه مع الجامعات المصرية وذلك بهدف رفع كفاءة الطلاب علميا وعمليا وتعظيم الاستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر